اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة حرص الوزارة على مواكبة جهود دعم وتنمية الشباب البحريني في مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وما يليه جلالته من رعاية واهتمام بالشباب وتفعيل طاقتهم المبدعة وتمجيها في مسيرة التنمية والازدهار الوطنية واشارت سعادة الوزيراء الصير فيه لان وزارة السياحة تعمل في هذا الاطار ايضا على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حافظه الله ذات الصيل بتهيئة الارضية المناسبة لاطلاق وتفعيل طاقات الشباب مشيرة الى الحرص على ادماج الشباب في مختلف خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة واكدت الصير في اهتمام وزارة السياحة بشكل خاص بتفعيل السياحة الرياضية في اطار الجهود التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ومبادرات سموه العديد للنهوض بواقع ومستقبل الشباب البحريني وتمكينه وكذلك مساهمات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وتمكين الشباب البحريني الرياضي من تحقيق انجاز تلو الاخر واشارت سعادة وزيرة السياحة الى ان الوزارة تعمل على تقديم المزيد من الدعم للشباب البحريني وتشجيعهم على الانخراط في القطاع السياحي والاستفادة من فرص العمل والنمو التي يوفرها هذا القطاع اضافة الى تشجيع الشباب على اطلاق اعمال وشركات مختصة بالسياحة والترفيه تسهم في دعم ازدهار القطاع السياحية